مسائل فرص انا علياء طلعت ويزيم علياء وقديم عليش فيديو متاخر شوية بفوق تعمله في اول مراحة المعرض لكن انا حبيت ان اروح مرة تانية عشان كان فيه كتب نسيتها الفيديو النهاردة عن منين هتجيب كتب سينما في معرض الكتاب هو فيديو مرتجل وانا بتباهيها بكتب بيفيه وبالتالي هيقفي شوية لخبطة بس مش مشكلة يعني فين هتجيب كتب سينما في معرض الكتاب اولا لازم اقول لكم ان كتب السينما اللي جبتها السنة دي مع الكتاب كانت تقريبا ارخص كتب جبتها كتب السينما صحيح مش متوفرة في اماكن كتير قوي لكن الاماكن اللي هقول لكم عليها هتلاقوا فيها اختيارات حلوة قوي قوي واسعارها ممتزج جديد اول حاجة اتكلم عنها دولت دولت مش عارف مكان كتاب بالضبط 20 كتاب انا جايباهم من اكاديمية الفنون اللي موجودة في صالة واحد والعشرين كتاب دول كلهم بمتين وستين جنيه الكتب هناك اسعارها بتطروح من ستة جنيه لعشرين جنيه يعني في الرينج دوت ده اغلى حاجة كانت عندهم عشرين جنيه زي ما قلت لكم اكاديمية الفنون تأكدوا ان هي في صالة واحد هي جنب الهقيقة بس برضو تأكدوا عشان ممكن يكون نسيت والابليكيشن بيقول لكم مكان عاد الكتب دي دي كلها كتب سينما الكتب في منها انا مكنتش عارفة انها موجودة اساسا زي مثلا ده كتاب اسمه الكوميديا والغناء في الفيلم المصري ده الجزء الثاني لأسف ما لقيتش الجزء الاعراني دي مشكلة ان الكتب اغلبها خلصان ودول كانوا البقيين بس هتلاقوا نسخ تانية منهم ان شاء الله ده كتاب المنتج السينمائي ترجمة في مية التلمساني ده كتاب اسمه الكادراج السينمائي ده برضو مترجم كتاب الممثل وجسده بصراحة ما فيه كتابين كانوا بالنسباني مبهرين جدا قوي قدش عارفة ان هو موجودين وانبسطت قوي ان انا اشتريتهم اول كتاب وذكرات محمد كريم محمد كريم اللي مش عارف ده مخرج مصري مهم جدا هو اللي عمل فيلم زينب النسخة الصمتة من اوائل المخرجين اللي عملوا افلام رواقية طويلة في مصر وعمل النسخة المتكلمة منه النطقة سنة اثنين وخمسين وكمان هو اللي عمل اغلب افلام محمد عبد الوهاب ويعتبر من رواد السينما المصرية الغنائية اللي دخلت الغناء والمطلبين جوا السينما دي كتب برضو مهمة وجميرة فنيات المنتاج الرقمي الكتاب الثاني ان كان مهم قوي بالنسباني وانبسطت به محمد بيومي محمد بيومي برضو اللي مايعرفش هو من المخرجين الرواد جدا جدا في السينما المصرية تقريبا هو اللي عمل اول فيلم رواقي مصري وهو برسوم يبحث عن وظيفة فيلم رواقي قصير صامت يستقف 119 وكان عمل كمان فيلم دي كمينتري فيلم وصائقي عن عودة سعد الغلول محمد بيومي مهمة اوي وما كنتش عارف ان في كتاب عنه زي ده فهده كان من الزيوم فجأة حلوة اوي انا عناصر النمطية في السينما المصرية حركة الممثل على خشبة المصرح هو ده مش مهم للسينما قوي بس مهم لاي حد بيدرس التامثيل او السينما في حد ذاتها كتاب تحليلي صورة نجيب محفوظ ومذكور ثابت الكتاب ده كمان معاه فيلم وCD وCD شغال وكله سعره تقيمة كان 12 جنيه كتاب البغاء على شاشة السينما المصرية التعريف دكتور خالد بهجت كتاب نظرية الكوميديا في الادب والمصرح والسينما ده مترجم بردو فيه ثلاث كتب كانوا حلوين اوي بردو كان مفاجآت لطيفة كتاب عن مارتن اسكورسيزي وكتاب عن ستيفن سبلبرج والكتاب الثالث عن فرانسيس فورد كوبولا هناك كمان اللي بيشتغلوا متعاونين جدا من اكتر الناس شاهدوهم متعاونين في المعرض بيقولولي يما لما اخدوا انتباههم ان انا عايزة كتب سينما خدني ولففني في كل الاماكن وقال لي الكتب دي هي اللي هتعجبكم فأنا الكتب كلها اخدتها طبعا زي ما قلت لكم لهم 222 جنيه وقال لي فيه كتب منها دي نصخ اخيرة وانت اخديها وطبعا انا مكذبتش خبر ده كتاب مهم قوي لدكتور ناجي فوزي بيتكلم عن نشرات السينما في مصر واتجاهات النقضية وده كتاب صورة الاديام في السينما المصرية برضو كتاب مهم للمحمود اسم وتقنيات الصوت في السينما دي الكتب اللي انا جبتها من اكاديمية الفنون زي ما قلت لكم هو هناك عندهم كتب كنوس باسعار قليلة جدا فالحقوا وروح واشتروها ثانية حاجة انا رحتي جبت منها كتب هما صحيح قليلة بس هما قليلة لان انا جبت منهم كتب كتير قوي قبل كده وهي المركز القومي للترجمة المركز القومي للترجمة موجود في مكانين في المعرض منهم مكان تقييمة في صالة اثنين وبردو تأكدوا من الابليكيشن بس هي اعتقد ان هي في صالة اثنين مركز القومي بيتميز اولا انه بيترجم كتب ممكن تكون مش هتلاقوه مترجمة بسهولة او لو تلاقوها اغلى منه سانيا انه بيتدي خصومات فضيعة في المعرض السنائي فيه خصومات من تلاتين سبعين في المائة وفيه لو انت طالب او لو انت باحث او تقريبا حاجات ليها علاقة بالشرطة او حاجة زي كده دول لهم كمان خاص من خمسين في المائة انا اعتقد انتوا خاص من باحثين خمسين في المائة انا جبت منهم كتابين السنائي دي هما مئة عام من السينما الاسبانية وجبت هما جداد وكتاب فن كتابة الكوميديا السنمائي هتروحوا هناك هتلاقوا فيه كمية عناوين كتب السينما فضيعة انا عندي منهم يمكن اكتر من عشرين كتاب الحلو بقى مفاجئة كتعظيمة من نسباتي اني رقيت فيه عندهم جزء مخصم بالسبعين في المائة اسأله عليه لقيت الموسوع دي موجودة في خصم بالسبعين في المائة يعني انت هاجبها بثلاثين في المائة من الساعات لو اصلاح ما كانش غالي الموسوع دي رائعة اسمها موسوع تاريخ السينما في العالم كل جزء بيحكي حقبة من حقب السينما العالمية بيجيب السينما من كل البلاد في الحقبة دي بيعني المقارنة بينها بيحكي تاريخ واهم حاجة اني ترجمة بسيطة جدا وسهلة والمحتوى كمان جميل مسلي يعني الكتاب ده انت ممكن مش هتلاقيه فيه حاجات مصطلحات صعبة مش هتلاقيه بيقول كلام انت محتاج ترجع للانترنت عشان تفهمه بالعكس دي خكايات مسلية ومفيدة جدا واي حد بيحب السينما لازم يقرأ الكتاب ده والكتاب ده دايما شايفين انا قريته كده مرة وحطه كده نوتس جواه وفيه ميزة كمان حلوة في الكتاب ده ان بعد كل فصل بيجيب اعلام مهمين من الفترة دي وبعدين بيجيب افلام مقترحة للاعلام المهمين دول فانت مثلا كان فيه فاصلة عن ساس الدي بيميل هتلاقي فيه خمس ست افلام او عشر افلام هتنادرهم و هتلاقيهم و هتفرج عليهم وترجع للكتاب تاني هتلاقيك نتخلاف تقريبا كل حاجة عن ساس الدي بيميل وناس انا عرفاهم وناس ما كنتش عرفاهم زي واحدة سماء أستان يالسن دي كانت رائدة في التمثيل وما كانتش امريكية فانا ما كنتش عرفاها وتفرجت على افلامها وكانت ممتعة جدا الموسوع دي تجيبوها ضروري دي تقريبا ولا حاجة ومسلية جدا ومفيدة جدا بعد المركز القومي للترجمة المكان اللي هتكلم عنه هو الهيئة العامة للكتاب الهيئة العامة للكتاب طبعا هم عندهم كتب في كل الحاجات حلوة قوي 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 وسعرها الجنل سعرها رخيص قوي انا ما جبتش كتب سريمة كتير انا كان عندي منهم كتير قوي ثانيا انا جبت اللي شفته لانها زحمة ويعني كتير فيها ناس كده وبعدين الحاجات بعيدة عن بعض فانت لازم تدف كتير جوه الهيئة عشان تعرف تلاقي وطبور على الدفع انا جبت الحاجات السينما اللي شفتها قدامي وهروح تاني الهيئة هي موجودة في روحها في القاهرة وهي عندها على طول خصم فهي كويسة انك تجيبوا منها بس برض رخاف المعرض انا جبت النقد السينمائي في الصخافة المصرية ده الدكتور علي شرش وجبت لا ده مش من هنا جبت كتاب يوسف شهين افلام السيرة الذاتية مصطفى محرم جبت كتاب استاذنا هاشم النحاس كتابات تأسيسية في الصقافة السينمائية ده كتاب مهم وتقديم دكتور محمد كامل اللي قال ليه بالله يرحمه جبت كتاب دكتور ناجي فوزي سينما الشعب وانا اخدت بداوع عليه من مدة الكتاب دوت وهم كان عندهم مشكلة ان فيه كتب مش متكودة فانت محتاج تبقى لطيف كده مع ناس اللي بتاخد منك الفلوس بتدفع لهم علشان لو كتاب مش متكود يكوده لك ويبقى لطاق ما يقولكش يروحوا وفوت علينا بك وجبت كمان كتاب دكتور فاروق ابراهيم الخرافات والغيبيات في السينما دي كتب الهيئة دي ما قلت لكم الهيئة مهم جدا تروحوها المكان الثالث بقى اللي انا رحته وفيه كتب حلو قوي وسعرها كان مفاجئ جدا ليه هي المدى المدى انا دورت على كتب الفن السابع فن السابع دي كتب تابعة لو دورت الثقافة السورية انا كانت موجودة صنافات في المعرض في بوستس اكتب من بوستس كلا تابعة سوريا وكانوا بيبعوها وصعرها مش غالي اثناني روحت لفيت ملقيتش غير في المدى انا جبت منها دول كام واي اخد اثنين تلات اربعة خمس كتب هلوين قوي ومئة وخمسين جنيه فانا من نسباش ده كان سعر ممتاز فان السابع اللي يلاقي كتب فان السابع يجبها وطفر هيا بكام وطفر هيا فين هاتها لاندي كنوز واعتقاش بالطبع تاني وفعلا افضل كتب متخصصة في السينما انا قريضها بعيد عن دولت هتكلم عنهم دلوقتي في كتابين من فان السابع كنت جايبها وانا بعتبرهم من كتب المفضلة اللي انا بقراها وانا بكون دايقة او زهقانة الكتب دي اسلوبها سهل جدا انها سيارة ذاتية ومسلية اوي 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 ولطيفة ومفيدة اول كتاب اللي هو شروق وزلال دي مذكرات ماري بيكفورد ماري بيكفورد دي كانت سويت هارت ف امريكا في وقت السيني واستضمتها كانت اهم من السينة امريكية في الوقت ده كانت مشهورة ومحبوبة وقدمت اعظم افلام ومع اهم من مهرجين ذي كريفس وكمان كانت عندها شركة انتاج عملتها مع شارلي شابلن ووجوزها دوغرافر بانكس الكتاب ده بالاضافة انه مسلي ولطيف جدا مش عارفها وبين ولا هو زي ما اعتقد اسمه مشروط وزلال كمان شهادة مهمة على عصر السينيما الصنطة والكينات الخاصة بيها وهوليوود في الوقت ده كتاب مسلي جدا الكتاب الثاني برضو انا بعتبره من الكتب المفضلة اوي كتاب كلارك الجيبل سيرة حياته وافلامه الكتاب ده هو قصة حيات كلارك الجيبل ومسلي اوي وفيه كلام عن افلامه وافلام الناس اللي كانوا موجودين في وقته وبرو هو شهادة على عصر الفترة الانتقالية ما بين السينيما الصنطة والنطقة لغاية وفاته كمان الكتاب مستمر فالكتاب مسلي جدا جدا لقيت كتابين دول هاتوهم فعلا انا شفتهم انا شفتهم النهاردة في المدى وما اعتقدت ان هم غاليين كتب بقلا جبتها من المدى واسفل قلت بتكرم بسرعة بسنا متحمسة كلاسيكيات السينيما الالمانية الصامتة بص انا ما عرفش اسعار كل واحد منهم بس هذا مثلا 2005 اصدار 2005 فانا ما اتلاقي نسخة منه هاتها كان فيه كتاب تاني عن السينيما الالمانية الصامتة كان عن المدىسة التعبيرية الالمانية ده انا كنت اجبته وكنت استخدنته في بحث وكان كتاب مسلي جدا ومفيد عوي الكتاب التاني ودي هتلاقوا منها خيار اللي هي السينياريوهات هتلاقوا سينياريوهات افلام كنت جايبة من عندهم تقريبا سينياريو فيلم كرامر فياس كرامر وده فيلم دي بارتد وهو طبعا ترجمينه المغادرون بس هو اسمه دي بارتد احنا عارفينه اكيد شفناه وفيه كتاب جبته عن المخرج جاك تاتي برده ده مخرج مهم قوي فيه كتاب انا جايبة عشان هنبسط افلام شابلين كتاب عن سينياريوهات وكتابات افلام شابلين طبعا انا بهب شابلين جدا فعشان كده اي كتاب بلاقي عليه اسمه او صرته باشتريه وكتاب ثقافة الرسوم المتحركة ورسوم هوليوه المتحركة من مرحلة السينيما الناطق ده وده كتاب مهم لان السينيما الانيميشن كانت موجودة حتى من الوقت السينيما الصمتة فانا كنت مهتمة بصراحة ان انا عرف عن تلك دي كتب المدى دي كتب المدى كتب مش غالية وهوما بيديون لكش الكتب كده بيعمل لك دسكاونت عليهم وبيديون لك بسهر حال الكتاب دوت هو الوحيد ان انا جبته وراء الاماكن الثلاثة هو كتاب الضحك في تجربة قصة حياتي لشارلي شابلين عف اباين عشان النور ولا لا الكتاب ده جايبا من دار العين ومش فاكرا ان هو كان غالي بس مش فاكرا سعره بزبط بصراحة انا جبته عشان برضو زي ما قلتلك ان انا مهتمة باي حاجة لها علاقة بشارلي شابلين دي اماكن انا جبت منها كتب السينيما في المعرض ده انصحكم نكتروحوها وانصحكم نكتروحوا المعرض لان هتلاقوا فيه هناك كتب كتير اوي دي كنتم بسان ما جبتها لو انتم مهتمين ممكن اعملكوا فيديو انا كنتم بلان اجبتها التانية واتفاخر بها عشان انا بحبوب اوي كده خلاص الفيديو النهاردة لو عجبكم ما تسوش تعملوا لايك وشير كتير اوي وكمان عايز اقول ان نهاردة كانت فرصة سعيدة اوي ان اشوف اثنين من الفانز بتوع القناة اليوتيوب هنا ويقابلوني ويعرفوني من نفسهم ودي كانت حاجة اجمل حاجة اشوفكم فيديوهات جديدة اشوفكم فيديوهات جديدة